سر استبعاد عبدالله السعيد من قائمة المنتخب وتدخل عضو باتحاد القرى واستغامض من أزمالك أزمالك يعلن رسميا نبتدي باستبعاد عبدالله السعيد من قائمة المنتخب عرضت أحد القناهات تقرير فيديو بعنوان فيتوريا كان عايز عبدالله السعيد كواليس جديدة حول معسكر منتخب مصر في أمم أفريقيا يعني فيتوريا الراجل المدرب المفروض بيختار اللعيبة كان عايز عبدالله السعيد واجه في تقرير أن مراسل قناة أم بي سي مصر أكد أنه تم التواصل مع عبدالله السعيد من أجل الانضمام للمنتخب المصري في بطولة الأمم الأفريقية ولكن تم الاستغناء عن اللعب وضم اللعب إمام عشور لاعب النادي الأهلي الواقع دي أخوانا كلقوا عارفينها أن أصلا عبدالله السعيد كان بطل اللعب في المنتخب لكن فيتوريا طلبه قالك أنا تحت أمر المنتخب فجأة بصني لاقي نستبعده إيه الأخلاق دي؟ إيه القيم والمبادئ دي؟ وعشان إيه؟ عشان يضم اللعب إمام عشور لاعب النادي الأهلي شوية وهتعملوله تمثال إمام عشور وأتبع أن المدير الفني للمنتخب المصري روي فيتوريا كان عايز عبدالله السعيد ولكن تعرضه للضغط وتم ضم إمام عشور بدلا من عبدالله السعيد ولفت إلى أن عبدالله السعيد تراجع عن قرار الأتزال دوليا بعد علمه أنه سيتم ضمه للمنتخب ولكن بعد ذلك لم يتم ضمه وأن السعيد كان سيصدر بيانا بما حدث ولكن تم التواصل معه من قبل أحد أعضاء اتحاد القرى وأقنعه أن المباريات المقبلة كثيرة والمباريات المهالة لكأس العالم ستكون قريبة والله الخسارة وطلعنا بفضيحة ده زنب اللعيبة اللي أنتو بتستبعدوها بالمزاجكو وبتلعبوا اللعيبة بالمزاجكو مبروك عليكو إمام عشور نروح للبوست الغامض من الزمالك وهذا الاحتمال الأكبر لتفسيري نشر نادي الزمالك بوست المثير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الزمالك نشر عبر حسابه صورة لإيمواشن الترقب بجوار عالم دولة البرتغال ويبدو أنه استعدادا للإعلان عن تولي المدارب البرتغالي جوزي جوميز مديرا فنيا جديدا للفريق الأول لقرة القدم وكان الزمالك قد قرر تعيين البرتغالي جوزي جوميز مديرا فنيا جديدا للفريق الأبيض خلال الفترات القادمة وسوف يتواجد جوزي جوميز في تدريبات الزمالك لأول مرة كان أمس السبت الزمالك يعلن رسميا عن البرتغالي أعلن نادي الزمالك رسميا عن تعيين البرتغالي جوزي جوميز كمدير فني للفريق في المرحلة القادمة الإسم الذي كان معروفا منذ فترة والذي وقع على عقود تدريب نادي الزمالك تم الأعلان عن توليه المهمة بصورة رسمية وعبر كل منصات النادي على موقع التواصل الاجتماعي تم الأعلان من قبل نادي الزمالك عن التعاقد مع البرتغالي بهذه الكلمات رحبوا معنا بمدربنا الجديد جوزي جوميز جوزي جوميز ده كان مساعد لفرير المدرب العظيم اللي كان جابه المستشار مرتضى منصور وطريقة لعبه بتبقى بطرق مختلفة ما بيلعبش بتشكيل محدد فهو ده اللي بيميزه عن أي مدرب تاني فألف ألف مليون مبروك لنادي الزمالك على صفقاته وألف مبروك على المدرب وإن شاء الله الزمالك قادم الناس اللي خايفة ومرعوبة من الصفقات الناس اللي خايفة وبتقول جابوا الفلوس من ايه هنقول لكم جبنا الفلوس من ايه انتوا إلا حرقكم انتوا منعتوا كهرباء ان هو يدينا الفلوس علشان تعطلوا مسيرة الزمالك وتوقفوه الزمالك ما بيقفش على حد وكهرباء هيجيب الفلوس هيجيب الفلوس على رأي المستشار مرتضى منصور كل ما ده الفايدة بتزيد عشان كده هنقلع هدومه يعني هجيب لنا الفلوس لغاية ما يبيع هدومه فاكم من زمان يا كهرباء عليك بايه عليك بايه تقعد كل ده والفايدة كل يوم بتزيد فا ان شاء الله الزمالك قادم والناس اللي مش عارفة تجيب صفقة واحدة حارس مرمى مش عارفين يجيبوه ما دوله ملقيت كم يوم علشان يعيني مش ملاحقين بعد ما جابه ابو جبل وخلاص هيتعقدوا معاه الشناوة عمل مشكلة وكهرباء تخانق معاه والدونية تقلبت وما قعدتش وصدرولنا ان ايه قال لا ده مبادئ النادي هما هيستنوا الشناوة لا ده علشان الشناوة هددهم ان هو مش هيقعد في النادي لو كان موجود ابو جبل والدليل شوبير شوبير ما طلع قال لكم ايه العلاقة بين الشناوة وابو جبل علاقة سيئة هما ما بيتفقوش مع بعض لكن مصلحة شوبير ايه ابنه مصطفى شوبير هو مش اسمه مصطفى شوبير بعضه هو شوبير بتاع مصلحته عمره ما كان مع النادي الاهلي هو بيحاول يوقف صفقات علشان ابنه هو يبقى الاساسي طالما ده الاساسي بتاع النادي الاهلي هيبقى هو الاساسي بتاع المنتخب دي نظرة شوبير الاهلي واخد باله وعارف الكلام ده ومع ذلك ما بيقدرش يتكلم لان شوبير برضو ليل نهار عمل لهم استايل خاص اللي عيبة بتاعتهم والصفقات فين الصفقات يا عيني فالناس اللي بتقول لكم فلوس الزمالك من فين لا الزمالك ضم بالإضافة لرجال الأعمال اللي احنا كنا بنقوله ادفعوا 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 فالحمد لله كله دلوقتي جه مرة واحدة علشان الجامهير كفاية زهد بما فيه الكفاية وتعبت فاحنا بنحيي المجلس بنحيي المجلس على الصفقات اللي جابها بنحيي المجلس على المدرب بنحيي المجلس على الرجالة اللي ساعدوا النادي في الدفع للصفقات دي والمفاجأ ان كان مين اللي انضم لنادي الزمالك في المجلس والله الأتربي محمد الأتربي الرئيس بنك مصر ليه ناس اللي بتقول بيجيبي الفلوس من ايه النادي الزمالك بيجيبي الفلوس من ايه ده كل رجال الأعمال يا ابن هاني برزي حسين لبيب نفسه مسك أكبر توكيل انت بتتكلم في ايه وروح لخالد مرتاجي بتاعك صاحب النكسة والنكسة جات لكم الغاية عندكم الحمد لله الحمد لله ان شاء الله زمالك قادم الناس اللي بتلافها حولين نفسها وخايفة الزمالك قادم بمجهوده الزمالك نادي القرن الحقيقي نادي البطولات اللي بجد نادي الزمالك عظم نادي نادي القرن الحقيقي وأقصر تتويجا في القرن العشرين تحية كبيرة لنادي الزمالك العظيم وللجمهور العظيم جمهور نادي الزمالك المحترم شكرا لكم من نادي الزمالك اشتركوا في القرن الحقيقي شكرا